السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ بالصلاة على حبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم اليوم ان شاء الله جيت واحد الفيديو جديد اللي هو الفيديو ديال هاد الكيكا خفيفة كنديروها فرمضان وغادرنا نوريكم طريقة ان شاء الله اللي كنديرها انا هادي غير درت الفيديو هكا باش الانسان يعرف على من تنهضر ان شاء الله يعجبكم يا ربي انا قطعت انها طريب كنوريكم في البداية كيباش كتطلع زعمة رائعة حال هاش كيلك تجي هكا يا زوينا بزاو الصراحة ودائما نجيم لعجبكم الفيديو مرحبا والف مرحبا ده بغندوز المقادر ان شاء الله ديال الكيكا ديالي وما هادو المقادر اللي كيبانو قدامكم هادي الساني ده الحليب انتم مسا تشوفوش حال الكمية غير شوية هنا الزيت الدقيقة على حسب الكمية ديالي جوج بيضات فاني خميرة ان شاء الله ده بغندوز القريطة ديالي الملحة غادي نجمع كل شي في المونية نيكس غادي نطحن غادي نقا نزيد هكا يا دك شي اللي درت في اللي درت في اللي درت المليحة وجوج بيضاس دابا غا نزيد الخارطة واكي تطحن وانا كنزيد شوية بشوية هاكا كل مونية نكسر هات هالدور دابا غادي نخويه هنا يا والايلة انيان اللي غادي نطيب فهراني وجدته من قبل ادهنته بالزبدة ودرت عليه الدقيق عندي واجد دابا درت الدقيق هنا يا درت واحد الخميرة لالحلويات غادي نخلط جيدا غادي نخلط جيدا خلط مزيان باش يتخلط مكونات كلها حال هادي شكيه لهاكا يا ويلا عجبكم الفيديو مرحبا بكم بتنسونيش بمشاركة ديالكم دائما نجيم دمان بعد ما خلطتها ندرتها بالإناء ديالي اللي غا ندخلو الفران وكنسرحها بشوي باش كتجيم ساويا نيشا حي تغنين عليها طبقه اخرى طبقه اخرى حتى كنسالي بحال هاكا كتجيزوينة ودخلتها للفر دابا انا خرجتها اتقبتها شوي باش يدخل فيها هادي الماضق ديال ليمون اللي هو عصرته وصفيته ورمكا ندهنها بشوية 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 بحالها تشكلها كساهلا البنات الوحدي يوجدها الوليدات وفي البويت ديالهم والضيوف ديالهم اي حاجة حالها كسا سقيت سقيتها كلها دابا غدين غدين ننصوب الكريمة هادو هم هادو الفلو دابا غدين نسيت رود الحليب غدين ندير جوج كيسا غدين ندير جوج ايه الكريمة ديالي نبت تطلع النزوينة وبعدها بعد جمعت كل شي درتو تتخن فوق البوطة غلا شوية ودابا ننخوي على الكيكة ديالي بحالها شكلها يجات هكيا نبغا غدين نزوقها والذيك الزوق هيبقى خطياري انا بغيت ندير لها بانان غدين نستفو عليها كلها هكا مع الجانب جوانب مع فلواسات غدين نستفوها وعاد غدين نعود لها يعني عودتاني حاجة اخرى من الفوق بحال هكا كانت الصامر حتى كنت سريها كلها بقد جيزة عمزوينة بزاة بالصراحة وانتمنى يعجبكم هاد الفيديو حالها تشكلها كعنا ساليتها دابا ان شاء الله غديندوز لنا نزيد معها محتى كيتمشى مع الليمون مع الصر درتو جمعة لقضيها لساندة درتو واحد الفلو غدين نخلط دك الفلو غدين نخلطه مزيان تبعوا معايا الطريقة البنات وهدي يعجبكم غدين نخلطه بحال هكا وغديندو فوق النار يسخوري طيب مزيان يغليل وغدينتنا نعود نوضعه فوق الكيكة ديالنا وفوق ديك البانان فوق كل شي نجمعه بقينة واحد هاي الكيكة ديالي وجدت وزوق زوقوا كما بغيتوا انتوما الكيكة ديالي وجدت زجزوينة بصراحة ومنعيشة معاد مدق ديالي ديالليمونية السلام مع الفلو معا يعني دك شي زيزوينة بصراحة نتمنى يعجبكم يا اربي هاد الفيديو اللي اعجبكم ما تبخلوش عليها ودخلو عندي مرحبا بكم دائما مشاركة ودائما نجيم ها تشوفوها هيكي جدت بارك الله ما شاء الله جدت زوينة بزاف الصراحة ما شهيتكمش ما شهيتكمش نحطو شوية الوليدات يدوقوا من بعد ما درناها بتلاجة بردت عدج بدناها ودرت لها كنعطي الوليدات يدوقوا ان شاء الله وبالصحة والرحة للجاميع ونهاركم بروكة البنات وكل عام وأنتم بخير وما تنسوش هاد الفيديو إن شاء الله نبغي يكون إن شاء الله يا ربي مشع شع بوجودكم ومرحبا بكم الناس القدم والناس الجداد مرحبا بكم من هذا القناة إن شاء الله ياربي تعجبكم يا ربي تجدوا نقدم إن شاء الله وأنا دائما نبحث على الجديد ونجيبوا لكم إن شاء الله إن شاء الله نكون في حسن الظن ديالكم يا أسل يا ربي يا عالية قادر يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي السلام عليكم يا ربي